السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحب بكم تلميذ الكرام تلميذ سنة الثالثة متوسط اليوم بإذن الله رح نسدلكم نموذج اختبار حول الحياة بين الماضي والمستقبل يعني الحاضر بست versus present lifestyle يعني الماضي مقابل أو ضد الحاضر يعني في الحياة أو أسريب الحياة إذن نبدأ في هذا الموضوع رح ساهل ماهل ما في حد شيء شوفوا المواضيع اللي تحكي على الباست والبريزنت إفنت أو اللايف ستايل هي رحها نفس التكست كامل كيف تفهم برك الحياة في الماضي كيف كانت والحياة في هذا كيف راهي خلاص نبدأ على بركة الله يعني في الماضي يعني الطريقة اللي يراهم عايشين بها الأشخاص was very different from the way we live nowadays قالك هي مختلفة very different يعني مختلفة بزاف على الحياة في اليومنا هذا إن أول تايمز شوفوا إن أول تايمز يعني بكري people usually used to leave people عادة متعودين أن يعيشوا in a small house في بيوت صغيرة with less electric appliances مع عدم الأجهزة الكهربائية عفوا and most of the shores يعني المعظم الأعمال shores اللي هي works يعني الأعمال were done by hands يعني تتعمل باليد but now بصحة بركة there are more developed items هناك بزاف من الحوايج المتطورة people can use washing machines يعني يقدروا يستعملوا الغسلات الغسلات المتعلى للحوايج microwaves microwaves هنا and oven robots والفرن الكهربائي المهم الفرن one hundred years ago يعني مئة من السنة one hundred مئة من السنة التالي people used to dress up in simple ways الأشخاص متعودين اللبسوا حويج بسيطة simple ways يعني بطريقة بسيطة simple مش كيما ذلك they wore wore هنا يلبص متعه ها متعه wear اوكي نقولوا في الماضي نقولوا wear or only formal clothes يعني ملابس رسمية formal يعني ملابسة مش كما اليوم نلبسه اللي جاء for example in algeria في الزاير و شوفوا هذه كتظلي نساء جمع نقولوا women we men كتظلي مرة واحدة برك تنتق women هذه تنتق وو بصحة كتظلي في الجمع نقولوا we we men ديرها ملاحظة في الكونشتاعك used to wear الحايك كانوا يعني متعودين للبس الحايك and men used to wear barnauses و الرجال اللي لبسوا البرنوس or قشبية but today both of them wear fashionable fashionable عفوا clothes fashionable clothes people يعني fashionable clothes اللي هي الملابس modern people used to consume fresh natural and home made healthy food يعني الاشخاص كانوا متعودين انهم يستهلكوا consume عطها يستهلكوا الاكل الصحي واللي مخدوم في الدار والnatural والفريش خلاص like today عفوا today they eat junk food junk junk هذه معانتها unhealthy unhealthy اللي هي العكس متع هذي نقولوا junk العكس متع هذي و junk اللي هي unhealthy كالجون نعكسوا هذي توليتو سيوي تع هذي unhealthy okay and fast food like burgers and pizza ways of entertainment change a lot قال لك الطرق انت عطر فيه تبدلت children used to play games الاطفال متعودين انهم يلعبوا بالالعاب كما ragdolls كما البوبية المصنوعين من الصوف او القش skype rope القفز marbles ذاك يلعبوا بالبيز هكا and hide and seek skype rope اللي هي قفز على الحبل الحبل okay nowadays اليوم they play chess monopoly scrabble video games and smart phones games رغم اللعب والالعاب متطورة جدا اذا نروحوا لي النص task 1 i read the text and fill in the bibliographical notes هذه bibliographical notes تعودنا عليها في الكتاب المدرسي من اللحول من الحلوك كيفاش نعمروها عنا التايتن هاهو هذا هذا هو التايتن هاهو هذا هو العنوان العنوان هنا العنوان تكتب العنوان هنا سورس هاهو المصدر هاهو سورس هاهو هاهو هاذك هاهو سورس هنا تكتب http هذا الموقع type of document نوع النص وشي هو اسكو ان ايماير لا لا ويب ارتيكول مقال من اخوذ من الويب او مقال جريدة press article هو ويب ارتيكول علش ويب ارتيكول اميس لانه هنا كان http blablabla dot net اوكي اذا نخيرو web article خلاص type of the text قال لك narrative يعني يروي يروي او قصصي هنا descriptive وصفي هنا وش رانا نلاحظه في النص رانا نلاحظه يوصفنا الحياة في الماضي والحاضر وش كانوا يلبسو وش كانوا يأكلو اذا رو قاعد يوصفنا في الحياة اذا هنا descriptive أذكر اذهب لتكس و البهي وانسر توجد الفولومة هنا أتجاب quien نقرأ ونجوب ونجوب على الفولومة هذه الأسئلة اللي جاية أين الناس متعودين أن يعيشوا في الباستر؟ أين رح نلقوها؟ أين رح نلقوها؟ أين رح نلقوها؟ ها هي هنا هنا رح نلقوها؟ أين رح لحصلين ل行يًا في حد سبيلنا مع تفليل المعجلة هذي كامل رح تقول الي هنا رح تقول الي عدو تقوموا بإتفادة تيتيب وتكمل تيتيب في حد سبيلا في حد السبيل المعجلة خلاص تكملها هنا زيد what do people eat today هاي وقال لك الاشخاص دركوا واش متعودين يأكلوا today they eat هاي they eat junk and fast food they eat junk and fast food برك تكتب هذي كحا تقول they eat وتكمل اوكي واش قلت لك did women used to wear stylish clothes in the past نقال لك في الماضي يلبسوا ال stylish clothes يعني المودار fashionable لا لا no they did not اوكي no they did not اوكي اوكي ولا نقولوا they did 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 not used to use to اوكي ونديروا على نقطة full start نقولوا now they did not used to خلاص ولا تختصر did not هذي في صحيح صحيح عندنا هنا c وعندنا هذه بلما نقرأ السؤال راح نجيبه التساوي هنا والاوبوسيت هنا لدينا today اللي هي nowadays في التكستر nowadays صحيح ها هنا nowadays شوف زيل stylish اللي هي fashionable ها هي fashionable fashionable تكتب هذي fashionable يعني عصرية ان healthy تكتب شوفوا ما تنحيش لانو تكتب healthy اوكي ها هي jank ها هي jank اوكي jank jank ولا تكتب healthy كيف كيف نكتبو healthy خطقش healthy كينة في النص اوكي ولا نكتبو jank jank food jank food ولا نكتبو healthy وخلاص same same معانتها لكسعها different خلاص تكسرها different ها هي الفوق اوكي different شوفوا وقتا ما تكتبو jank هنا مثلا يقول لك unhealthy food unhealthy food تكتب jank food هذه اللي محيتها تكتب jank food اوكي وكيعطيك unhealthy تكتب healthy فالنص كتب healthy اوكي وكيم يعطي هذه healthy فالنص كتب jank خلاص task two i pick out from the text four verbs describing past actions رح نجبد ربع افعال في past action they complete the following table نكمل a table هنا regular verb irregular verb هنا منظمة وهنا الغير منظمة هنالغير المنظمة كما weir عنا war يلبس يلبسوا في الماضي regular verb كما developed ادي عايق التكست developed بال ed اوكي زيد واش نخرجو اخر اراني حل فيهم هاكم يعني ما حضرتوش هاد الاخر اشتنو عندنا lived اوكي عندنا used اوكي وهنا عندنا was ولا where ومع war هادي خلاص هنا وقنا ما كان ش where في الناس نكتبو غير was برك اللي هي irregular verb نروح هنا i change the following sentences to negative to the negative negative برك نحول هادو الى المنفي هنقول today people can eat fresh food تلقي can هنا تلقي can هنا حط حذها not برك cannot can not يعني did not هنا تولي تولي جملة ما في خلاص تعاو تكتبها تقول today people can eat fresh food in the past children used to play video games كيف سرح نفي هذه الجملة سنقول هنا مدام عندي used to يعني فعل لازم اداة نفي اللي هي هنا نجو هنا the children didn't didn't what used use use هذه used to used ترجع use تدخل اداة النفي الفعل يرجع كما راح تتنحل Ud use to وتكمل خلاص in the past people ate junk food يعني ate هنا يراه في past هنا ate هذه راح البast متاع eat وش راح نقول in the past people did didn't eat eat ها ترجع eat ate هذه ترجع eat junk food نقطة خلاص ادا نروح هنا I spot the mistakes and write the correct passage on the answer t راح نعود نكتب هذه ونصلح الأخطاء اللي فيها in the past my grandma in the past my grandma used to ما نقول used to كيف نقول in the past هنقول used d هنزيد d نزيد l-ed used to grow vegetables and raise يعني تربي animals وتربي الغنم نقطة she not used to لا لا ما كش منها she not used to راح نقول she didn't use to خلاص didn't use to buy food from the supermarket she picks them up always هنا خطأ لا نقول always هنا هنقول she always she always picked راح في الماضي هنا يعطي هنا في present she picks لا هنقول she always picked تبدل هذيك الاس بال ايدي picked them up up from her garden اوكي 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 زيت مرحونا i take the correct punctuation the letters in bold time عنا pronounced تطنطق و silent صامتة عنا where و يعني pronounced صامتة عندنا kassol kassol هنا silent answer هنا ما نقول انسور انسور softly او softly هنا نقول softly 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 خلاص والوضاية الادماجية هنا يقول task free راح ندير الديالوج بين انا وجدتي و نقصي جدتي الى هذا الحواج قامل في جدول نخلي هاي في فيديو قادم انساء الله انقلكم تهلا في روحتيكم و الى لقي تساؤلات على الوضع اي انه حوار يعني تسأل فيه انت على الجدد تعك على post event او post live او كي الى اللقاء